ايه اللي بيحصل؟ درجات حرارة غير مسبوقة؟ مش هنتكلم في مصر بس احنا بنتكلم في العالم كله أوروبا جفاف ودرجات حرارة غير مسبوقة فيديوهات موجودة كتير جدا الناس بتحط البان أو التاسع على الأرض نلاقي بيتستوي البيضة وعربيات بتسيح ايه اللي بيحصل؟ خليني أخو من كلامك انت قلت احنا بتدينا نشوف رد فعل كوكب الأرض أو الكرة الأرضية على بعض الموضوعات اللي احنا كنا حطناها على الهامش احنا ما كناش بنبص على الموضوع دي بالأهمية اللي هي تستحقها لانه ما كانتش حد متوقع أو ما كانتش حد متخيل ما هي حدود أو ما هي أبعاد موضوع التغيرات المناخية مش هنخوض في أسباب التغيرات المناخية لانها قتلت بحصل وتكلمنا فيها كتير على موضوع الوقود الأحفوري والإنبعاثات والغازات الدفيئة وما شبه وقتل أشجر والغابات وكل الحاجات دي تتكلمنا فيها قبل كده وهي دي تلقدت إلى الخلل الإيكولوجي اللي هو موجود على كوكب الأرض دلوقتي احنا دخلنا في مرحلة الريسبونس حتى جوتيرش كان بتكلم من كام يوم اللي هو في الأهم المتحدة كان بتكلم أن احنا عدينا مرحلة the era of global warming عدينا مرحلة الاحترار العالمي ودخلين في the era of global boiling الغليان العالمي فاحنا ما تشهده الكرة الأرضية الآن هو أحد أو هو بداية فصول درجات الحرارة اللي هي خارجة عن نطاق احتمال البشر أو اللي هي محدش كان متوقحة التغيرات المناخية برضو البعض قد يظن أن لما متكلم على احترار عالمي أن درجة الحرارة هتكون على طول دائمة الإزديات في جميع الأماكن على كرة الأرضية وده مش حقيقي زي ما أنت قلت دلوقتي إن احنا بنشهد في أوروبا حرايق غبات ممكن فيه طبعا قطع أشجر ده بهيفير ولكن ممكن الحرارة تؤدي إلى اختفاء الغبات بنشهد ذوبان جليد في أماكن بنشهد بعض المواسم الشتاء القارصة على كرة الأرضية في أماكن مختلفة بنشهد مواسم صيف حرة جدا بنشهد حركات مختلفة في مواسم الخريف والربيع يعني ممكن مثلا فصل الربيع يبقى أقصر من المتوقع فصل الخريف يمتد فترة أطول المتعرفة علينا كل فصل ثلاث شهور تقريبا ده بقى مش هيبقى موجود بعد كده ده مش موجود ده مش موجود حاليا بس هتبقى أثاره بشكل أكبر وهيكون تأثيره على سلسلة الغذاء على المحاصيل على الزراعات كل ده هيختلف علشان كده العالم كله بيتجد دلوقتي نحيط موضوع الادابتيشن إزاي إننا أكوب هاو إننا خقوب إزاي نتعايش إزاي نتعايش مع الوضع الحالي أو الوضع القادم على الكرة الأرضية طبعا الزيادة اللي حصلت في الشهرين هو شهر ستة وشهر سبعة كانت زيادة كبيرة جدا وبرضو للمعلومة أن شهر سبعة يعتبر هو أعلى شهر في الكلايمت ريكون فآخر مية وعشرين ألف سنة آخر مية وعشرين ألف سنة شهر جولاي تونتي تونتي الأشد حرارة الأشد حرارة على كوكب الأرض وشهر سبعة عشرين تلاتة وعشرين عمل خرق في بعض البيانات اللي هي زي يعني على جانز ريكون يعني هو كثر كثر بعض المقاييس كانت إيه أعلى درجة حرارة كانت أعلى درجة اللي كانت موجودة كانت أقل من الوضع اللي احنا فيه ده بأوبوينتو باثنين من عشرة درجة مقوية وكان فيه أحد الأيام في الشهر جولاي أعتقد كان جولاي ستاشر أو يعني في الفترة دي كان سجل أعلى يوم حرارة على برضو على يعني مرة العصور فشهر جولاي هو عشرين تلاتة وعشرين إحنا شهدنا فيه قياسين تم اخترقهم يعني قريدي إحنا عدناهم أصبح هذا الشهر هو أعلى شهر على كوكب الأرض وبرضو فيه أحد الأيام خلال شهر جولاي كانت حاطس دي كان أعلى يوم في درجة الحرارة في درجة حرارة سجلت خمسة وستين فيه بعض الأماكن على الكرة الأرضية ده بتعدي السبعين أحيانا في بعض الأماكن في الصحراء درجة الحرارة في ازدياد مضطرد والمشكلة إن إحنا يعني كوكب الأرض بيتعامل فيه حاجة اسمها أو فيه بعض الخصائص أو بعض العلاقات الفيزيئية اللي تحدث في الكوكب بيحصل فيها فيد باك يعني ممكن أنا أبدأ شيء ويبتدي يمشي بمراحل محددة بعد كده هذا الشيء يبتدي يمشي بمراحل مختلفة يحدث تصارع الأكسلاريشن